مساء الخير عاملينيه يا رب اكونوا بخير الفيديو المرة دي مختلف شوية شويتين وبما اني القناة قناة فيديوهات نوعة يعني لازم تكون دايما فيديوهاتها من نوعة بنوع على قد ما اقدر يا عام الفيديو هو فوايد الصفر الفيديو حلو جدا واتمنى ان انتو تكملوه لاخره عشان تعرفوا جميع الفوايد خاصة بالصفر والسياحة كمان يريد عنده ناس يعرفها يقدر يبعت لها الفيديو ده علشان ممكن يفرق معاهم بخصوص نفسيتهم وهتفهموا الكلام ده لما تسمعوا الفوايد كلها بتاعت الصفر او تكملوا الفيديو الاخر هتفهموا قصدي ففي ناس ممكن تكون ما تعرفش المعلومات دي والمعلومات دي تفيدها فانتو اكيد تعرفوا الشخصيات سواء صحابكم ارعيبكم ممكن تبعت لهم لينك الفيديو ويشوفوه عشان ياخدوا الخلفية دي عشان ممكن تفرق معاهم جدا خصوصا في النفسية اتمنى اتمنى الفيديو يفيدكو وما تنسونيش في اللايك لو الفيديو عجبكو طولت ورغيت عليكو بس كان لازم مفاهمكو ان يعني الفيديو ده مهم وممكن يكون مهم الناس انتو تعرفوهم فتبعتهم عشان يستفيدوا من خصوصا الناس اللي عندها مشاكل نفسية ضغوطات نفسية هتفهموا كل الكلام ده لما تسمعوا الفيديو الاخر يلا بينا عشان طولت عليكم يلا اول فايدة للصفر اول فايدة للصفر هو بيمنح الانسان حالة من الاسترخاء والاستمتاع بالبعد عن المشاغل والضغوطات والحياة روتينية اللي هي التقليدية اللي هو بيعيشها البناء دم يعني يوميا سواء حياته شغله في بيته فده بيبقى تغييره والتغيير طبعا مطلوب وكمان بيساهم في صفاء ذهن وده بسبب الطبيعة اللي بيشوفها لما بيسافر ده اول فايد الصفر كمان من ضمن الفوايد ان هو بيمد الانسان بالشجاعة اللازمة يعني للمغامرة لان دي بتبقى برضو مغامرة بيقدر من خلالها بيستخرج الابداع اللي جواه يعني بيكون شخص ايجابي ده طبيعي بيأثر عليه من خلال ان هو غير مكانه وسافر بلد تانية الكلام في الصفر مش مقصود بيه ان انت تسافر بره البلد خالص لا حتى لو سافرت جوا بلدك يعني المحافظات اللي في بلدك وسافرت كل ده تجديد هيرجع عليك بالايجابي وكيفية ان انت هيرت حياتك الروتينية بعدت عن جو اللي انت عايشه باستمراره تقليدي الفوايد برضو ان الصفر بيضف لك معلومات بيخليك عندك اطلاع اكتر على عديد من الثقافات الجديدة او الثقافات المختلفة لانك سافرت روحت بلد تانية حتى برضو هقولك لو محافظات في نفس بلدك فاكيد ثقافتهم ممكن تختلف عن ثقافتك بنسبة يعني مثلا عندنا احنا القاهرة غير اسكندرية اسكندرية ليهم ثقافة مختلفة عننا شوية طبعا لكن لما تسافر بره بلدك خالص اكيد الثقافة مختلفة اكتر موضوع نسبة وتناسك بس انا بقول عشان الناس حتى اللي ما عندهاش ان كانت ان هتسافر بره بلدك سافر جوه بلدك هتفرق معك برضو بتكتسب مهارات جديدة وده عشان بتقابل ناس مختلفة في الثقافات من خلال الاختلاط معهم ده بيفتح لك فرصة ان انت تتبادل المهارات والخبرة في كمان مجالات مختلفة فوائد كمان هي خلق اهتمامات جديدة للانسان يعني بيكون عندك اهتمامات جديدة خصوصا لما بتروح بلد غريب عليك بتبقى عايز تفهم ثقافة الشعب بتبقى عايز عندك شغف انك تشوف الناس دي عايشة زاي بتاكل ايه حياتها ماشية زاي بتبتدي تبحث عن اصولها فده بيخليك برضو تضيف لنفسك اكتر السافر كمان بيخليك تكتشف مواهب نفسك يعني بتشوف افضل ما فيك احسن ما فيك او فيك الكلام موجه للولاد او البنات بسبب ايه بسبب الابتعاد برضو عن الحياة التقليدية او عن المحيط اللي انت فيه والاشخاص اللي انت دايما عايش في وسطهم سواء اسرتك صحابك اهلك كل ده بيفرق لما انت بتغير طبيعة المكان اللي انت كنت فيه ده غير طبعا التحكمات اللي انت كنت فيها كل ده بيفرق ليك بيخليك تقدر تكتشف حاجات انت ممكن تكون مكنتش واخد بالك منها في نفسك ده برضو من ضمن فايد الصفر في فايدة كمان جميلة اوي وهي بتخليك تنمي اخلاقك او بتخلي عندك كخلق التسامح او متسامح ده خصوصا لو انت شخص عنصري ده في حالة ان انت تكون شخص عنصري احتكاكك مع الشعوب التانية او الثقافات التانية من البلاد التانية في الصفر ده يخلي العنصرية نسبيا تقل عندك ومن هنا بيجي التسامح نسبيا يعني بمراحل فبتبتدي انت تكون شخص متسامح جدا مع الوقت ده برضو من ضمن الفايد الجميلة وبيخلي العنصرية عندك لو انت شخص عنصري تقل بنسبة كبيرة جدا الصفر بيديك فرصة انك تكسر الحاجز بينك وبين الثقافات بيخليك يديك فرصة انك تفهم طبيعتها اكتر طبيعة البلد اللي انت سافرتها وطبيعة ناسها حتى الاكل بتبتدي تشوف هما بيأكلوا ايه ده برضو من ضمن الشغف بتبتدي تتزوق الاكل بتاعهم كل دي تغيرات هتعود عليك بالايجابي فيما كولا قالها كاتب امريكي اسمه مارك توين قال الصفر يقتل الانحياز والتعصب الاعمى وضيق الافق ولهذه الاعتبارات فان الكسيرين ممنعرفهم يحتاج اليه بشدة من اهم الفوايد للصفر ان انت ممكن تتعلم لغيات جديدة وده بيخليك عايز تتعلم خصوصا لما تكون في بلد انت حبيتها وحبيت الناس اللي فيهم وحبيت تقالضهم وعداتهم فبيكون عندك شغف وحب او رغبة ان انت تتعلم اللغة بتاعت البلد دي عن اللغة الاساسية بتاعت بلدك وده طبعا بيخليك بيضيف لك ثقافة اكتر وافق اوسع كمان من ضمن المميزات او فوايد الصفر انه بيزيد من مرونة الانسان في التعامل مع الاشخاص الاخرين ده غير كمان علشان هو بتعامل مع قوانين البلدان الاخرى والعادات والتقاليد الخاصة بالبلد اللي هو سافر ليها ده بيخليك تعرف او بيمنحك قدرة على التكيف بتعرف تتكيف مع الامور كويس وده حاجة بتكسبها برضو من الصفر انك تعرف تتكيف لانك بتقابل ثقافات زيمولت مختلفة اا عادات مختلفة فانت بتبتدي تكون مرن في التعامل مع الناس وكمان بتبتدي من هنا تعرف تتكيف في اي وضع او في اي امور من نسبة لحياة اخرى من ضمن الفوايد برضو انه بيعزز استقلالية الانسان بمعنى ان بيديك فرصة انك تعتمد على نفسك انت في بلد غريبة بتبتدي تاخد بالك من قراراتك اي مشكلة بتحلها انت بنفسك كل دي حاجات انت بتعزز او بتزود الاستقلالية بالنسبة لك بيزيد من قدرة الانسان على التعامل مع التحديات بيخليك تعرف تتعامل مع التحديات بتكسب خبرة في الجزئية دي السفر بيخليك تسك بنفسك اكتر يعني زي ما اريت يزيد من ثقة الانسان بنفسه بيخليك تسك في نفسك اكتر بيخليك كمان تعرف شخصيتك الحقيقية وايمة نفسك ده غير انه بيمنحك الوقت الكافي لمراجعة ذاتك واصلح عيوبك بتبتدي تشوف نفسك عشان تبتدي تصلح عيوبك الصفر بيساعدك في ده السفر بيوصف السفر كعلاج نفسي لامراض النفسية كتير زي الاكتئاب وفي شركات بتمنح موظفيها فرص للسفر وبتتحمل هي التكلفة كاملة عشان تجدد نشاطهم وبتبعدهم عن اجواء اللي هي اجواء الوظيفية او اجواء الشغل يعني من ضمن الفوايد كمان الحلو قوي انه هو بيرفع مستوى السعادة عند الانسان يعني بيخليك عندك شغف اللي هو قبل الصفر نفسه السعادة اللي هي مرحلة قبل الصفر اللي هو بيجهز شنطتك وعندك شغف وممكن ما يجلكش نوم الليلة دي من كتر من انت متشوق للصفر اللي انت البلد اللي انت رايحها والاجواء اللي انت رايحها حتى طريق الصفر نفسه دي من الحاجات اللي بتبقى جميلة ولزيزة يعني ان انت ترتب امورك شنطتك نفسها وانت بترتبها بيبقى جواك سعادة كده ان انت رايح بلد مختلفة واجواء مختلفة دي كلها بتفرق معك الشغف ده بيفرق معك فده بيعلي مستوى السعادة عندك او عندك الصفر كمان بيزيد من تركيز الانسان وبيحسن من اداءه في دراسة اثبتت يعني دراسة في مجلة علم النفس البيئي ان تركيز الافراد واداءهم بيتحسن اذا قاموا بمشاهدة منظر طبيعي لفترة زمانية مقدارها اربعين ثانية فقط وطبيعي انت في الصفر اكيد هتشوف مناظر طبيعية زي مثلا البحر زي الجنين والخضرة حتى لو الصحرة والجبال كل دي حكايات هتزيد من تركيزك وكل دي مناظر طبيعية زي ما تقال في علم النفس بتفرق في حياة الشخص وفي تحسين اداءه وبهنا ابقى وصلت لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون فتكه وعايز اقول ان لو تعرف ناس معينة عندها ظروف نفسية ومسلا مكسلة انها تسافر او محتاجة انها تسمع الكلام ده عشان تجرب تجربة الصفر ابعت لهم الفيديو علشان يسمعوا الكلام ده يمكن يؤثر معهم بالايجابي ويسافروا ويكون سبب في حاجة كويسة اتمنى تاني ان الفيديو يكون فتكه ولو عجبك او عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك ولو مش مشترك ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات النوع وتشكر اوي ليكو مع السلامة اشتركوا في القناة